اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امك سهلة ستة العدرة لكن اخوتك اللي هم مين زي ما انتوا عارفين ان كان القلشر اليهودي بيدعو القزنز اخوة واحنا عندنا في مصر لسا الوضع ده على فكرة تلاقوا في الصعيد وفي بعض الاماكن يقولوا على الولاد العم وولاد الخال يقولوا عليهم اخوات ويقولوا علي العم ابويا ويقولوا علي الخال ابويا فده كان الترادشن عشان كده لما يتقال امك واخوتك فالمقصود بيها الستة العدرة واشق يعني ارايب السيد المسيح الريلاتيفز اللي هم القزنزين لكن هل معنى الاية دي لما جوم يطلبوا السيد المسيح قال لهم من هو امي واخوتي ثم نظر الى الجالسين وقال ها امي واخوتي ان من يصنع ارادة الله هو اخي واختي وامي هل معنى كده ده فيه من السيد المسيح للستة العدرة اكيد لا بدليل هناخد ايتين نرجعهم مع بعضينا من العهد القديم مش معقولة هيكون ده في الوصايا العشر نحفظ الشاهد ده خروج عشرين ده الوصايا العشر الوصايا العشر ذكرت اكتر من مرة منهم اولها خروج عشرين في خروج عشرين الاية رقم اتناشر يقول شوفوا الاية دي اكرم اباك وامك لتطول ايامك على الارض والقديس بولوس خد الاية دي وقررها فيه رسالة افسوس فاذا التعليم بيقول اونر يور فادر يور مادر اكرم اباك وامك طيب اذا كان الام في شريعة العهد القديم الوصايا العشر بتقول اكرمها فما بالك بشريعة العهد الجديد طيب والاقارب في سفر اللويين على موضوع الاقارب ده فيه اية برضو جميلة قوي في لويين تسعتاشر ده بيقول ايه على الاقارب يبقى عرفنا عن الام اكرم اباك وامك اونر يور فادر ان يور مادر ده العهد القديم اما للعهد الجديد يبقى ايه لما العهد القديم بيقول اكرم الاب والام اما للعهد الجديد بيحط الاب والام دول فين في لويين تسعتاشر شوف الآية رقم تمنتاشر الاقارب طيب الاقارب دول نعمل فيهم ايه انا اسف في ليفتيكس تسعتاشر تمنتاشر شوف يقول ايه الاية الجميلة دي لا تنتقم ولا تحقد على احد من ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك انا الرب تحب قريبك كنفسك ودي نفس الال اللي قالها القديس يعقوب في الرسالة بتاعته اذا فاحنا عندنا تعليم العهد القديم اكرم اباك وامك وعندنا التعليم تحب قريبك كنفسك اذا السيد المسيح لما قال من هي امي من هم اخوتي والشار بيده للحاضرين قال ها امي واخوتي دا ما فيهوش ديس ريسبكت امال ايه معناه علشان نفهم معناه تعالوا نشوف انجيل العشية اللي خدناها مبارح انجيل العشية كان من بشارة القديس لقاسح رقم 11 شوف الاية الاولى هتوضح لنا بقى الكلام فيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجامعة وقالت توبى للبطن الذي حملك للثديين اللي دين رضعتهما في واحدة من الحاضرين لما شافت الحكمة اللي بيتكلم بها المسيح وشافت الفرح اللي بيجي للناس بسمع صوته وبسمع تعليمه والروح اللي بتوصلهم من تبعية السيد المسيح فمجدته ومجدت البطن اللي حملته وقالت له كدهو توبى للبطن الذي حملك والثديين اللي دين رضعتهما ودي بتكشف على سر في العلاقة بين المسيح وبين العدرة تخيل العدرة العدرة تكون عارفة ان اللي شيلف بطنها الطبيعي ان ربنا هو اللي يحتوي الانسان لكن العدرة تبقى عارفة ان اللي في احشاءها ده الله الظهر في الجسد وهي بتغزيه وهي بتردعه السر ده هي كان فيها ايه بتفكر في ايه بتعمل ايه ايه سر العلاقة بينها وبين السيد المسيح محدش يعرف يحط الموضوع ده في كلمات لكن في حاجة تشبه له احنا بقى بندقها هنقدر نعرفها عارفين ايه ايه اللي يشبه الموضوع ده القداس في القداس فيه عشان كده يسمه القداس سر في القداس هتخرج من الكنيسة واخد ربنا فيك ايه دي بقى يقولك من يأكل جسد ويشرب دمي يكونوا فيا وانا فيه ففيه مستوى اللي هو مستوى الجسد سواء العدرة تعاملت مع السيد المسيح على مستوى الجسد حملته وارضعيته وكل واحد فينا في القداس بياخد جسد المسيح ودمه يتعامل معهم وياخدهم جواه لكن السيد المسيح رح واخد بقى ليفل تاني فيه تلات كلمات السيد المسيح اشار ليهم للست العدرة في العربي مش بينا شوف يعني في العربي يقولك ايه بالعربي فيما يتكلم رفعت امرأة صوتها بالانجلش طوبة للبطن اللي حملك طوبة للثديان اللي رضعتهما بالعربي مش واضحة المسيح رده بيقول إله المجد أما هو فقال لها بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه فساعات الناس اللي يعني مش بيقدروا الست العدرة يفهموا الآية دي متشقلبة فيقولك المسيح ما دهاش كرامة قال لأ دي ما لهاش كرامة اما المين اللي كرامة اللي يسمع الكلمة ويعمل بيه بس الحقيقة مش ده اللي قاله المسيح اللي يقرأ القراية السطحية ممكن يجيب التفسير ده بس لا بالإبت وبالإنجليش المعنى أوضح شوف بالإنجليش بيقولك إيه He said more than that More than that Blessed are those who hear the word of God and keep it إيه معنى الكلام المسيح مش بيقول لا أنا مش بكرم العدرة عشان حملتني وعشان أرضعتني ملهاش كرامة ده الكرامة للي بيسمع كلمة الله ويحفظها لأ قال لهم العدرة مش بس هي مكرمة عشان حملتني وأرضعتني ده فوق ده هي قبل ما تردعني وقبل ما تحمل بيه هي سمعت كلمة الله وحفظتها وبعد ما حملت بيه وأرضعتني هي مازالت تحفظ كلمة الرب وتسمعه عشان كده بيقول ده هي كرامتها أعظم لأن هي حملت وأرضعت وفي نفس الوقت سمعت وحفظت عشان كده شوف يقول إيه أما هو فقال بل أكثر من هذا طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه يبقى طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه دي اتقلت على مين على عذرة صح كده وإحنا كأولاد ليها برضو مدعوين للتول دي في العلاقة مع الله علاقة إن إحنا كلنا هنيجي النهاردة الكنيسة وناخد جسده ودمه وحيبقى في علاقة بيننا جسدنا وجسده بيتحدوا ببعض أروحنا وروحه تتحد ببعض بس المسيح عاوز لفل أعلى يانها ربي يقول فيه أعلى من هذا إيه الليفل الأعلى من هذا بقى إن اللي اتحد بجسد المسيح ودمه في الأداس يسمع كلمة الله ويحفظها يسمع كلمة الله ويحفظها عشان كده في الإنجيل بتاع العشية مبارح قال كده قال يسمع كلام الله ويحفظونه عشان كده لو عاوز نقطة وقعية عملية نبتدي بيها اعطي وقت كل يوم تسمع فيه كلمة الله اعطي وقت كل يوم فيه ناس كتيرة نتيجة لظروف شغلها بيعتمدوا على سماع العزات وهم رايحين للشغل وراجعين which is good أو يقول أنا في المطبخ شغال طول النهار بس مع عزات أو أنا وأنا شغال في الشغل ده كويس لكن الليفل بتاع سماع كلمة الله ده ليفل تاني خالص وسمع كلمة الله بيبقى على two levels الليفل الأولاني هو ليفل الحياة الشخصية إن الواحد يحاول كل يوم يبقى فيه قعدة مع كلمة ربنا خمس دقايق الصبحية أو فيه اللانش أور أو ماكسمم ماكسمم قبل الدينر لكن لو الواحد استنى يقرى الإنجيل بعد الدينر بيبقى خلاص تعب اليوم حل والمجهود راح والتركيز راح فبقى مش عارف يركز لكن الشاطر اللي ياخد كلمة الله زي المن بدري لو تقدر تصحى بدري شوية الصبحية وتقرى يبقى جدعة مش قادر وظروف الوقت والشغل وكده خد في اللانش أور مش قادر أول ما ترجع قبل ما تغير لبسك خش قطك ويفتح إنجيلك واخد لك كم آية منه يسمع كلمة الله فيه خطوتين بعد كلمة سمع كلمة الله هنا قال يحفظ والكلمة اللي بعدها قال لك يعمل يسمع يحفظ يعمل الإنجيل هنا قال أكتوبة لمن يسمع ويحفظ اللي هو بشارة القديس متى إنجيل العشاية السمع بيجي بحاجتين في البيت وفي الكنيسة في البيت ادي وقت لكلمة ربنا واعمل نظام لحياتك في كلمة ربنا كل مناسبة خد سفر كل شهر خد سفر كل أسبوع خد حاجة يعني اعمل نظام سنوي نظام شهري نظام موسمي بس المهم بلاش تمشي من غير نظام لأن طوبة لمن يسمع الحاجة التانية التدريب التاني بقولنا التدريب الأول في البيت ادي وقت لكلمة ربنا وابتدي بحاجة بسيطة إن شاء الله آية في اليوم إن شاء الله إصحاح وبعد كده مشي بالراحة وابتدي يزود وإنت قاعد بلاش تقرأ من الآيباد والكمبيوتر والحاجة دي الجديدة دي امسك الفيزيكال بايبل الإنجيل في إيدك وامسك ألم ورقة وحاول تسمع في حاجات أوديو وإنت بتسمع يبقى أنت بتسمع بتقول ماسك ورقة وألم بتحاول تختار آية والآية اللي تاخدها دي تعيش بيها اليوم اسمها يلهج في نموس الرب نهارا وليلا التدريب التاني لما تيجي الكنيسة كل اللي قاعدين في الكنيسة دول شطار جم من باكر جم من بدري حلو ويا ريت وإنت جاي قبل ما تيجي الأداس حاول تجهز نفسك للإرايات اقرأ إرايات الأداس قبل ما تيجي طب ولو ما قدرتش والشمامسة بيقرؤ ركز مع اللي بيتقري ويا حبازة لو في جيبك ورقة أو ألم من غير ما حد ياخد باله كده وشوف إيه الآية اللي حتلمسك ويكتبها ويكتب الشاهد بتاعه ولما تروح البيت راجع الإرايات دي تاني انت بتعمل إيه عارفين اللي بيغسل قميس كده ممكن يحطه في المية وروح مطلعه ماشي مهد بال لكن الشاطر اللي يعمل فيه إيه يقعد ينظف فيه فالمسيح قال كده أنتم أنقياء بسبب إيه بسبب الكلمة فيه واحد يحط نفس قصاد الكلمة حلو بتجيب نتيجة كويسة لكن الأحلى اللي يلهج فيها يبقى أول مستوى قال مستوى السمع والسمع بيجي في البيت وفي الكنيسة أن احنا ندي وقت وندي تركيز المستوى التاني قال كلمة الحفظ أن الواحد يحاول يحفظ الكلمة يعني إيه يحفظ الكلمة يعني يقول أنا حمشي بما يليق بكلمة الله يبقى عنده الإرادة عنده الرغبة وبعد أن يجي أخيرا للمستوى التالت والأخير اللي اسمعناه بقى في الإنجيل في الإنجيل النهاردة السيد المسيح بقى قال على مستوى تاني لما جم نظر إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي لأن من يصنع إرادة الله يبقى يسمع يحفظ يصنع ثلاث مستويات صح كده طب والثلاثة دول أول واحدة اتطبقت عليهم الثلاثة دول كان مين العدر فما نفرقش نمر واحد عن اثنين وثلاث لا المسيح اللي قال المجد بيقول العدر أمي ودول إخوتي مش بس عشان أربط الجسد دول سمعوا وحفظوا وعملوا وإحنا برضو والشماز بيقرأ الإنجيل الكهن بيبقى مسك الشرية أنا بحب أعمل كده أقرأ الإنجيل الإبطي وأخلي الشمام سيقرأ العربي أو الإنجليش فيه سر بيتقال الكهن بيصليه ومسك الشرية اسمه سر الإنجيل ونفسه يتقال فيه سر تاني أو صلاة سرية أثناء البولوس والكاتوليكون والإبراكسيس يبقى الشماز بيقول والكهن بيصلي بيقول له يا رب ارمي البزرة وخليها تجيب صمر الكهن يقول إيه والإنجيل بتقري يا رب اجعلنا أيها الطويلة أناه الكثير الرحمة الحقيقة اجعلنا يا رب أن نسمع الكلمة ونحفظها ونثمر فيها شوف في الثلاث مستويات نسمع نحفظ نثمر سوء دايما يا ريت الواحد يجرب نفسه ويمتحن نفسه في الثلاث مستويات دي أنا عندي وقت بسمع كلمة ربنا في الكنيسة كشعب وفي البيت بني وبينه بسمعه بشكل شخصي اتنين أنا بحفظ عندي نية أن اللي تسمع يتعمل النية موجودة زي أنبو أنتونيوس سمع الكلمة قال حنفزها كان البابا شنود الله يناح نفسه يقول كلمة بالعرب جميلة قوي يقولك إذا وجدت النية وجدت الإمكانية يعني لو الواحد نيته إنه عاوز يعمل يعرف يعمل سو سمع اتنين حفظ ثلاثة سمع آخر حاجة في آية النهاردة في البولوس البولوس لو لاحظته كان قصير خالص النهاردة ثلاثة آيات أرى الأخ جرجس احفظوا الشاهد ده روميا 16 روميا هم 16 إصحح ده آخر إصحح روميا 16 وعشان تبقى سهل أقول روميا 16 16 وبعدين خد 17 في روميا 17 القديس بولوس بدي نصيحة في نهاية السنة الإبطية والسنة الجديدة ألف النصيحة دي لنا كلمتين بيقول إيه أيها الإخوة لاحظوا يبقى الكلمة الأولى لاحظ خلي بالك عنك تتفتح على الذين يصنعون الشقاقات خلافا للتعليم الذين تعلمتموه وابعدوا عنهم بيقول إيه القديس بولوس تاني بيقول خلي بالك في ناس في الكنيسة اليومين دول بيصنعوا الشقاقات بيعلموا تعليم جديدة ما تسمعش عنها قبل كده لأسباب كتيرة فقال كلمتين أنت دورك إيه في الجو اللي ماشي اليومين دول واحد لاحظ ما تغمطش عنيك ما تقولش أنا ما ليش دعوة لاحظ نمرة اثنين لما تلاحظ ما تكرهش وما تعملش مواويل بس إيه ابعد عن الجو ده وخلي بالك من حياتك تاني روميا 16-17 أطلب إليكم أيها الإخوة لاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعطارات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه أرى كلمتين برة اتأثر بتعليم برة جاب كلام من برة فيبتدي يدخلوا جوه الكنيسة فيعمل سجس في الكنيسة لأسباب كتيرة لاحظ اللي بيعمل كده وحيد عنه ابعد عن السكة دي ابعد عن السكة دي ما تسلمته امشي عليه ربنا يفرح قلبكم كل سنة وإنتم طيبين بركة أمنا العدرة تكون معنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين